سميت بأرض السواد لغزارة نخيلها البصرة لبس الثوب السواد أيضا حزنا على مقتل ملايين النخيل في قضاء أبو الخصيب جنوب محافظة البصرة تحولت أراض شاسعة من زراعية إلى سكنية بعد تجريفها لأسباب تتعلق بهجرة الزراعة وموت مئات الآلاف من النخيل عقب ارتفاع اللسان الملحية وشح المياه وتلوثها قضاء أبو الخصيب ليس القضاء اللي كان يتصورون سابقا إنه نخل وعجار وبساتين وثورة سمكية قلة الإطلاقات مائية أثر عليمن قطة نتيجة ارتفاع اللسان الملحي وهذا اللسان الملحي دمر جميع الأراضي اللي موجودة بقضاء أبو الخصيب وهذه الملوحة قضيت على إنه الإنسان يترك أرضه ويترك الزراعة ويترك الثروة الحيوانية وتركوا كل شيء أهالي أبو الخصيب بالأصل زين تركوها بحيث أنه أصبحت هاي مثل ما جاي يشوفون هاي مناطق كلها كانت بساتين عشرون عاما من الإهمال حولت بساتين النخيل جنوب البصرة وشرقها إلى أرض جرداء أخفقت الحكومات المتعاقبة في إنقاذها قبل حدوث الكارثة ما دعا مواطنين إلى مطالبة المنظمات الأممية بالتدخل لإنقاذ ما تبقى منها أثر هذا الخفاض بنسب خطيرة على مستوى الزراعة في قضاء أبو الخصيب يعني قضاء أبو الخصيب في يوم من الأيام كان من أكثر الأقضية إنتاجا للتمور يعني الموضوع يحتاج إلى تدخل حكومي فضلا عن تدخل إنه دولي في معالجة مشكلة المياه المياه في كافة الأقضية وسبق لمتخصصين زراعيين أن أعلنوا عن خروج ثلاثة أقضيتنا هي أبو الخصيب والفاو وشط العرب من التصنيف الزراعية بسبب هلاك المزرعات بعد شح المياه وارتفاع نسبة الأملاح فيها فضلا عن تلوثها أثر العبادي ونينيوز البصراء